52 عاماً على إقدام المتطرف الصهيوني دينيس روهان على إحراق المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك حيث أتت النيران على جانب كبير من المسجد وتراثه التاريخي والديني ولولا جهود المقدسيين حينها لإخماد الحريق لكانت النيران أحرقت كل ما فيه من معالم دينية وجدران لا تزال شاهدة على عروبة الأقصى وقدسيته وتأتي ذكرى إحراق المسجد القبلي هذا العام في ظل تزايد الانتهاكات الصهيونية في جميع الأراضي الفلسطينية سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة وما العدوان الصهيوني الأخير على غزة إلا دليل آخر على ذلك حيث كانت شرارته الأولى عند محاولة عدد من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك الماضي والتي تصدى لها الفلسطينيون بكل شجاعة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وباحاته من المستوطنين ومحاولات تهويده وتغيير معالمه إضافة إلى تزوير تاريخ الشوارع والمناطق الفلسطينية المحيطة بالمسجد في القدس المحتلة ناهيك عن أعمال الحفر والتنقيب تحت المسجد الأقصى بذريعة وجود الهيكل المزعوم كل هذه الانتهاكات لطالما قابلها الفلسطينيون بصمود وتمسك بحقهم في أرضهم ورفض لكل ما من شأنه تزييف الحقائق التاريخية ورغم ملور 52 عاما على حادثة إحراق المسجد القبلي إلا أنها حتى الآن ما تزال شاهدا ماثلا أمام الفلسطينيين بشكل خاص على بشاعة الاحتلال الصهيوني وممارساته التي تستهدف الوجود الفلسطيني برمته اشتركوا في القناة